موسيقى القوات العراقية تسيدر على مزيد من الاراضي في الموصل وتعلن قريبا جدا ستحرر المدينة بالكامل معركة الحصن في الرقة تقترب والتحالف الدولي يؤكد تحرير المدينة من داعش أصبح مسألة وقت وهجوم إلكتروني كاسح يثير الرعب حول العالم وشركات عالمية في أوروبا وأمريكا المستهدف الأول أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين كرام وأهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن نبدأها من تطورات أشأن العراقي إذ أصدرت وزارة الدفاع العراقية أحدث موقف لها حول العمليات العسكرية في الشطر الأيمن من مدينة الموصل تضمن إعلان تحرير 50% من مساحة المدينة القديمة خلية العلام الحربي أكدت في بيان لها أن سبع مناطق حتى الآن ما زالت ترزح تحت احتلال التنظيم المتطرف وإلى تطورات أشأن السوري إذ اندلعت اشتباكات عنيفة بين مسلحي تنظيم داعش وقوى سوريا الديمقراطية في مدينة الرقة وريفها وقال مصدر من قوى سوريا الديمقراطية إن مسلحين من داعش حاولوا التسلل إلى حي الصناعة شرقي الرقة كما نشبت اشتباكات عنيفة لعدة ساعات تكبد خلالها التنظيم خسائر كبيرة بالعناصر والعتاد أكد نائب قائد قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق أن سقوط الرقة السورية أصبح مسألة وقت مشيرا إلى أن قوات سوريا الديمقراطية ستحرز تقدما كبيرا قريبا نقوط الرقة السورية أصبح مسألة وقت هذا ما أكده الجنرال روبرت جونز نائب قائد قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق مشيرا إلى أن قوات السوريا الديمقراطية تحرز تقدما كبيرا في ساحات القتال وأضاف جونز أن 274 ألف من النازحين تركوا الرقة والمناطق المحيطة بها حتى الآن هربا من الاشتباكات العنيفة بينما تواصل طائرة التحالف القيام بعملياتها عبر سوريا مستهدفة عناصر داعش مع توفير الدعم الجوي للقوات البرية من شركاء التحالف كما تتواصل الاشتباكات بوترة عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش الإرهابي في مدينة الرقة والتي تتركز في حي رميلة وأطرافه في القسم الشمالي الشرقي من مدينة الرقة في محاولة منهم للسيطرة على الحي وعلى سوق الغنم وسوق الجمعة المتاخمين للحي مصادر عسكرية الأخرى تقول أن داعش غير من تكتيك الهجوم بمجموعات كبيرة والذي كان يتبعه في معاركه الأخرى وانتقل إلى الهجوم والاشتباك بمجموعات صغيرة مؤلفة من سبعة إلى ستة عناصر على الأغلب من الانتحاريين مشيرة إلى أن هذه المجموعات تعتمد أسلوب الهجمات المتفرقة والتي تنتهي على الأغلب بمقتل جميع أفرادها وتشير ولاة المصادر العسكرية إلى أن كثرة الانتحاريين إنما يدل على انهيار الروح المعنوية لمسلح التنظيم لافتة إلى أن داعش يعتمد في الرقة أسلحة جديدة غير التي اعتمد عليها في المعارك السابقة داعش لا يتسبب فقط بقتل الآخرين إنما أيضا يدمر حياة الأشخاص والأسر الذين انضموا إلى صفوف التنظيم مفادة ناجنة موسى زارة زوجات وأطفال مقاتلي داعش الذين هربوا من الرقة وهم الآن في مناطق سيطرة قوات سوريا ديمقراطية التفاصيل في التقرير التالي حتى فترة قصيرة كان داعش الأمير الناهي في شوارع الرقة لكن الأدوار تبدلت الآن بعد أن بدأت عملية تحرير المدينة هذا ما دفع العديد من زوجات مقاتلي داعش لمحاولة التسلل من الرقة والهروب إلى تركيا إلا أن قوات سوريا الديمقراطية ألقت القبض عليهم أولا يتواجدون الآن في غرف صغيرة في مخيم للنازحين في منطقة عين عيسى هذه إيمان أم لطفلين تونسية الجنسية وزوجة مقاتل في داعش تقول إنها خدعت بتنظيم داعش وإنها ارتكبت خطأا كبيرا عندما تركت بلدها وتوجهت إلى سوريا أنا تعذبت عند مهاجرات زوجي لما كان في معسكر خلاني عند مهاجرات في بيوت وما كانت عندي مصاري عملوني كذل عملوني معنى ما نحكي لك معنى ما تقولي مهاجرات رامو جيدين ويا لا لا إنسان ما عنديش مصاري يذلوها ليه عم تقولي عن المهاجرات ليه شو عملوا بالضابط يعني خاطر عنا حسبة أو الحاجة حسبة في المظافة كيف تضرب المهاجرات يزوجوا المهاجرات بغسبنا عندهم أنا مثلا يستشهد زوجي خارجوني من بيتي فورا فورا ويزوني على المظافة ما نزوجت لقات المظافة يقولوا ما رجعوني على بلدي يقول لك لا أخذوني زوجي صفر أنا وزوجي وحرقوهم تعيش تلك النساء بمفردهن الآن في المخيم بعد أن قتل رجالهن في المعركة أو ألقي القبض عليهم أو فضلوا البقاء في الرقة للقتال نور الهدى لبنانية الجنسية من مدينة طرابلس متزوجة من مقاتل تونسي تقول إنها لا تريد شيئا سوى العودة إلى وطنها وأهلها أنا بس أطلب أن أرجع على لبنان والله بس بتمنى حتى لو سجنوا في لبنان بيسجنوني هنا أنا أبلاني بهذا بس ما هم ما ظلوا هنا الصراحة وافقت تلك النساء على الحديث أمام الكاميرا بملئ إرادتهن بعضهن رفض الحديث والتصوير معنا فلم يجبرهم أحد على فعل عكس ذلك كما أن المقابلات أجريت بحرية من دون وجود أي مسؤول من إدارة المخيم معنا اللبنانية نور الهدى تقول أنها تتوقع أن يكون هناك أكثر من مئة لبناني في صفوف داعش وأنها أحيانا كانت تلتقي صدفة بجيرانها وأصدقائها اللبنانيين في شوارع الرقة أما بالنسبة للبغدادي فهي تقول إنه خدعهم جميعا بصتها تطلع الصوية طلعت مرة صليت فيها بالموصل وهيدي هي صرت أمير المؤمنين وبقول لزنوده هني مثل الغنم هني بقول لهم يا هني غنم وراه وهني ما بيعرفوني وانا ما حكي عن العقيدة كيف تتبعوا إنسان ما حكي على العقيدة أنا كنت غنمي كمان أنا كنت مثلي مثلهم بس أنا الحمد لله ربي أنا وارلي بصيرتي وعرفت كيف هو عرفت كيف لم تتردد إدارة المخيم بتزويد النساء بإحتياجاتهن اليومية إلا أن مشكلة الإدارة الرئيسية هي مع النازحين السوريين في المخيم الذين حاولوا الهجوم عليهن وضربهن يتهم أهالي الرقة في المخيم داعش وزوجات مقاتلي داعش بأنهم السبب وراء تشريدهم ودمار مدينتهم جينان موسى أخبار الآن من مخيم عين عيسى شمالي الرقة وجه تنظيم داعش أمرا لأصحاب المتاجر في المناطق السورية الخاضعة لاحتلاله بتسعير البضائع بعملته الدرهم وحدد قيمته عند ألف ليرة سورية بالرغم من تراجع احتلاله للأراضي ونصت الرسالة الصوتية التي وردت على منصات ترسل لداعش على حظر التعامل بالعملات السورية فئة ألف ليرة وخمسين ليرة في المناطق الخاضعة للتنظيم المتشدد بدءا من الخامس والعشرين من الشهر المقبل مني تنظيم داعش بضربة موجعة تمثلت في قتل ما يسمى بالوزير المالي في التنظيم فواز الراوي بضربة لقوات التحالف الدولي ويعد الراوي أكبر رجل مالي في التنظيم وكان يرأس شبكة عالمية لتحويل الأموال إلى داعش ما هي أهمية هذه الضربة وكيف ستؤثر على داعش نتعرف على ذلك في تقرير الزميل عطاء الدباغة لا يتوانى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية عن توجيه ضربات نوعية مركزة على مواقع تنظيم داعش في العراق وسوريا تضعف إمكانيات التنظيم وتشل حركته وتقضي على أبرز قادته الذين كان لهم دور كبير في تخطيط الهجمات الإرهابية أبرز تلك الضربات أسفرت عن قتل ما يسمى بالوزير المالي لدى التنظيم فواز محمد جبير الراوي في غارة نفذت في السادس عشر من شهر حزيران يونيو الجاري في مدينة البوكمال شرق سوريا لديه الكثير من الأسرار وخاصة ما يعرف بكوادات التحويل وأيضا مكاتب التحويل المالي والصيرف بالإضافة إلى مكاتب الاستثمارات الخارجية مقتل هذا أيضا سوف يشهد هذا التنظيم نفس خلل خاصة في موضوع التفالات الشهرية أو الواقع الشهرية للمقاتلين قد تتأخر كما تأخرت بعد مقتل أبوانيس العراقي ثلاثة شهور الراوي لم يكن قياديا عاديا بالنسبة للولايات المتحدة التي وصفته بأنه مسؤول مالي إرهابي متمرس نقل ملايين الدولارات للإرهابيين وفرضت الخزانة الأمريكية عليه وعلى شركته عقوبات في كانون الأول ديسمبر نعم نجحت لفترة طويلة منذ عام 2016 لثلاثة أهداف وعام 2016 عدافين لبعض المخازن أموال لهذا التنظيم المتضرب بحسب إحصائي أنها تسعة مراكز أموال تم استخدامها كالعراق وسوريا أبو أنس العراقي وأبو سيف التونسي ومحمد اليوسف الفلسطينية جميعهم شغلوا منصب الإدارة المالية في التنظيم وجميعهم قتلوا في غارات للتحالف الدولية وجميعهم أيضاً كانوا على درجة عالية من المهارة برأي الخبراء فهل يملك التنظيم قائداً ماهراً يدير عملياته المالية وهو على وشك الإنهيار؟ حسب التسريبات التي ظهرت أن هذا الملف وعيد برة أخرى إلى أبو يحيى العراقي عياد الجميلي وأصبحت لدي ثلاثة ملفات ملف الأمن والإدارة والمالية وأظن هو لا يستطيع أن ينجح بإدارة ثلاثة ملفات كبيرة وبهذا الحجب وفي هذا الوقت الحرج الذي تمر به جماعة داعش الأرهابية أياً كان القائد الذي سيخلف الراوي في منصبه فإن مقتله يبقى ضربة موجعة للتنظيم وتبقى غارات التحالف الدولي المركزة شوكة في حلقه أحييكم من جديد سلمت سفينة شحن إماراتية في ميناء المكرلة خمس عشرة حافلة كدفعة أولى مخصصة للمدارس والأندية الرياضية في محافظات حضر موت وشبوة ومأرب يأتي ذلك في إطار الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات للشعب اليمني إذ أعلنت في وقت سابق توفير 99 حافلة للمدارس والأندية والنقذ العام ستصل خلال الأيام المقبلة إلى عدد من المحافظات المحررة من ضمنها عدن طلب مدير برنامج الأغذية العالمي مساعدة الاتحاد الأوروبي لجمع مليار دولار في الأشهر المقبلة لإنقاذ مئات ألاف الأطفال المهددين بالجوع في اليمن وثلاث دول أفريقية المزيد حول الأزمة الإنسانية في أفريقيا في سياق تقرير الزميلة ألفا الجامي في أسوأ أزمة إنسانية منذ الأربعينيات يعيش عشرون مليون شخص على مشارف المجاعة في اليمن وجنوب السودان والصومال ونيجيريا أزمة إنسانية تتأجج في هذه البلدان تزامناً مع تصاعد الحروب الأهلية والاشتباكات مع جماعات متشددة الأمر في السودان التي تشهد صراعات مستمرة يسر نحو الانفراج البطيء حيث رحبت منظمة اليونسيف بإعلان وضع حد للمجاعة هناك هذا الأسبوع ولكنها شددت على أن انعدام الأمن الغذائي الحاد لا يزال يعرض حياة ملايين الأطفال للخطر في شمال شرق نيجيريا والصومال وجنوب السودان واليمن حيث ذكرت المنظمة أن الحالة في جميع البلدان الأربع لا تزال تشكل مصدر قلق بالغ وأن عدد الأطفال المعرضين لخطر الوفاة الوشيك لا يزال مقلقاً في الصومال وعلى ضوء أعمال العنف والظروف المناخية القاسية تقديرات تكشف أن حوالي 275 ألف طفل سوف يعانون من سوء تغذية الحاد هذا العام أما في اليمن يقدر أن حوالي 400 ألف طفل يعانون من سوء تغذية الحاد خاصة مع تفشي غير مسبوق لوباء الكوليرا وفي شمال شرق نيجيريا لا يزال نحو 5 ملايين و200 ألف شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد ومن المتوقع أن يعاني 450 ألف طفل من سوء تغذية الحاد والوخيم هذا العام كل هذه الأزمات المتشابهة تحتاج إلى 251 مليون دولار لتزويد الأطفال في البلدان الأربعة بخدمات الغذاء والماء والصحة والتعليم والحماية حتى نهاية العام الجاري في الشأن الإيراني أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف بأن الشعب الإيراني هو من أوصل الاتفاق النووي إلى النتيجة اللازمة وأن الرغبة في تجاوز العقوبات والعودة إلى الأسرة الدولية هي من دعت القوى الدولية الستة الكبرى للجلوس إلى طاولة المفاوضات شكل الاتفاق النووي الإيراني الإنجاز الأهم في فترة رئاسة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وهو يواجه اليوم مصيرا غامضا منذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر 2016 علما بأن الرئيس دونالد ترامب جدد إعفاءات العقوبات على إيران رغم انتقاده الاتفاق بقسوة ممددا بذلك الالتزام الأمريكي بالاتفاق والمعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل وأعلن تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تحافظ على أنشطتها النووية ضمن الإطار الذي حدده اتفاقها مع القوى الستة الكبرى وذكرت الوكالة التي تتخذ من فيينا مقرا لها في تقريرها الفصلي الأحدث أنه قبل عامين تقريبا من التوصل إلى الاتفاق النووي في يوليو 2015 يظل مخزون طهران من اليرانيوم المخصب أقل من عتبة 300 كيلو جرام يذكر أن الاتفاق مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين خفض بشكل كبير من نطاق البرنامج النووي الإيراني لتأكد من أن لا تتمكى البلاد من استخدام التكنولوجيا في مجال الأسلحة النووية وفي المقابل تم رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران وأظهرت وثيقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران تفي بالتزاماتها للحد من الأنشطة في منشأة تنتج المياه الثقيلة وتستخدم هذه المادة في المفاعلات التي يمكن أن تنتج البلوتونيوم لصنع الأسلحة مع ذلك فإن المخزون الحالي يقل بواقع طنين اثنين عن السقف الذي حددته الصفقة وهو 130 طن وفي الماضي كانت إيران قد تجاوزت مرتين هذا السقف ما أثار القلق بين الدول الأخرى المشاركة في الاتفاق ويأتي التقرير الأحدث للمفتشين النوويين الدوليين بعد فترة وجيزة من إعراب الرئيس الأمريكي دولو ترامب عن انزعاجه من إيران خلال جولته الخارجية الأخيرة بدوره قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أن الوكالة تواصل عمليات التحقق من عدم تحويل المواد النووية المعلنة من قبل إيران في ظل اتفاق الضمانات الذي أبرمته مع الوكالة حيث تستمر التقييمات بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية سرية في إيران وأضاف أمانو أن مفتشي الوكالة قاموا في يناير الماضي بالتحقق من إزالة أجهزة الطرد المركزي والبنية التحتية الزائدة من محطة تخصيب اليورانيوم في مفاعل فوردو إذ يتم تخزينها حاليا في محطة تخصيب الوقود في ناتانس تحت إشراف الوكالة المستمر انتشل خفر السواحل الليبي جثث 25 مهاجرا بالقرب من ضحية تاجراء شرقي العاصمة رابلس وقالت جمعية الهلال الأحمر إن معظم الجثث عثر عليها بين الصهور والشاطئ وكانت فرق خفر السواحل أنقذت يوم الثلاثاء 147 شخصا قبالة مدينة صبراطة غربي ليبيا أدرجت الولايات المتحدة الصين على قائمة الدول التي تتهمها بالاتجار بالبشر والتي تضم سودان وكوريا الشمالية بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية في تقرير لها وقال تيلرسون إن عشرات الألاف من العمال الكوريين الشماليين يعملون لساعات طويلة في الصين وتذهب رواتبهم إلى حكومة بيونج يانج مضيفا أن هناك عشرين مليون ضحية لعمليات الاتجار بالبشر حول العالم أحييكم من جديد بهدف مكافحة الإرهاب والتصدي لداعش على وسائل التواصل الاجتماعي ومنع نشر دعاية المتطرفة أطلقت شركات فيسبوك ومايكروسوفت وتويتر ويوتيوب وجوجل تأسيس منتدى الإنترنت العالمي لمكافحة الإرهاب التفاصيل حول المنتدى في التقرير التالي بات واضحا وجليا أن داعش يعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت لتوزيع أشريطة فيديو على موقع يوتيوب كما يستغل تنظيم حسابات تويتر لنشر رسائله المتطرفة ما جعل قادة العالم تتهم الشبكات الاجتماعية بالتقاعس في دحر تحركات الإرهابيين على الإنترنت بعد الضغوطات والتهديدات التي تعرضت لها موقع التواصل الاجتماعي من قادة العالم أعلنت شركات فيسبوك ومايكروسوفت وتويتر ويوتيوب وجوجل تأسيس منتدى الإنترنت العالمي لمكافحة الإرهاب وتأتي هذه المبادرة في الوقت الذي رفعت فيه الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية الصوت عاليا لمطالبة شبكات التواصل الاجتماعي ببذل مزيد من الجهود لمكافحة الدعاية الإرهابية وأوضحت الشركات الأربع أن عمل المنتدى سيركز على الحلول التكنولوجية ولسيما عبر تعليم الأجهزة على رصد المحتويات الإرهابية والقيام بأبحاث لتحسين وسائل إزالة المحتويات الجدلية وتطوير خطابات مضادة للدعاية المتطرفة وتقاسم المعارف بين الشركات والهيئات المشاركة في هذه المبادرة وقالت الشركات إن المنتدى يضفي الطابع الرسمي ويرسي الهيكلية لمحاور التعاون القائمة أو المقبلة بين المؤسسات كذلك فإن هذا المنتدى يمكن أن يتعاون مع شركات ناشئة ومع مجموعات منبثقة من المجتمع المدني وأسادث جامعيين وحكومات ومنظمات مثل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة تأسيس هذا المنتدى يمكن أن يؤثر بشكل أفضل على التهديد الناجم عن المحتوى الإرهابي على الإنترنت علماً أن داعش يسعى دائماً لتطوير وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به تجنباً للحملات الأمنية على اتصالات عناصره وعلى الدعاية التي يقومون بها تعرضت شركات عالمية رائدة في أوروبا والولايات المتحدة لهجوم إلكتروني كاسح ما أدى إلى وقوع عطل في حواسبها وأنظمة تشغيلها ويرتقى بأن ينتشر إلى مزيد من الدول حول العالم وفي أوكرانيا استهدفت الهجم أكبر مطان في العاصمة كييف إضافة إلى عدد من الشركات والمصارف وقالت تقارير إعلامية أوكرانية أن أجهزة الكمبيوتر في الدوائر الحكومية خرجت عن الخدمة بسبب الهجمة الإلكترونية حذرت منظمة اليونسيف من عدم غسل اليدين خاصة للأطفال لفتة إلى أن غسل اليدين يمنع الأسباب الرئيسية لستة ملايين حالة وفاة تحدث سنويا في الأطفال الصغار في جميع أنحاء العالم ووفقا للموقع الطبي الأمريكي ميديكال إكسبرس أظهرت دراسة جديدة أن سلوك غسل اليدين يجب أن يتحسن بشكل كبير في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل المادي غرمت هيئة مراقبة المنافسة في الاتحاد الأوروبي شركة جوجل للإنترنت بدفع مبلغ مالي قدره ملياران واربعمائة مليون يورو بسبب خروقها قواعد مكافحة الاحتكار مع خدمة التسوق عبر الإنترنت ومنحت الهيئة الأوروبية شركة جوجل تسعين يوما لوقف خرقها أو مواجهة غرامات مالية أخرى ونتحول وإياكم مشاهدين إلى مختاراتنا من الصحفة العربية لهذا اليوم جولتنا الصحفية مشاهدين لهذا اليوم خصصناها للأخبار التكنولوجية والبداية من صحيفة الرأي الكويتية التي نقرأ منها فيسبوك تحصل على حق بث مليارات مباريات بدور أبطال أوروبا أعلنت شبكة فيسبوك شبكة فوكس سبورتس عن شراكة مع فيسبوك لبث مباريات دور أبطال أوروبا لكرة القدم مباشرة عبر الإنترنت خلال الموسم المقبل ونطالع مشاهدين من صحيفة النهار اللبنانية الآن يمكنكم كسب المال على موقع تويتر أعلنت شركة تويتر إطلاق نظام جديد يتيح للناس كسب المال من خلال خدمة البث المباشر التابعة لها بريسكوب في محاولة منها للتنافس مع يوتيوب والخدمات الأخرى عبر الإنترنت واخترنا لكم مشاهدين من صحيفة الغد الأردنية مستخدموا فيسبوك يصلون إلى عتبة الملياري شخص أعلن موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي أن مستخدميه تجاوزوا عتبة الملياري شخص إذ يتصلون بفيسبوك كل شهر وتم تأسيس موقع فيسبوك في عام 2004 وبات اليوم أحد عمالقة الإنترنت صحيفة اليوم السابع المصرية مشاهدين عنونت بين صفحاتها مايكروسوفت تمنع سرقة أي جهاز لابتوب عبر براءة اختراع جديدة جاء في تفاصيل الخبر قدمت شركة مايكروسوفت براءة اختراع جديدة تهدف إلى إحباط محاولة سرقة أي جهاز لابتوب وتصف الوثيقة التي قدمتها الشركة أنها ستستخدم ذات التقنية التي تمنع سرقة الهواتف الذكية مع أي جهاز كومبيوتر محمول تابعا للشركات المختلفة والتي تمكن المستخدمين من تعطيل الجهاز عن بعد ومسح ملفاته من أجل منع اللصوص من إعادة بيعها ومشاهدين من صحيفة القبس الكويتية ننهي هذه الجولة القصيرة ونوت سيفن ذو البطارية المنفجرة يعود للأسواق ستسوق مجموعة سامسونج الكورية الجنوبية نسخة محسنة من جالكسي نوت 7 بعد ثمانية أشهر على سحب هذا الجهاز من أسواق العالم أجمع إثر خطر انفجار بطاريته وقد سحب أكثر من مليوني جهاز من جالكسي نوت 7 بسبب خطر انفجار البطارية قبل التوقف عن إنتاج هذا الهاتف الذي كان من المفترض أن ينافس آيفون 7 من شركة أبالا والآن إلى أخبارنا الرياضية بات انتقال الفارو موراتا من ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد مسألة وقت مصادر مقربة من اللعب أكدت أنه توصل إلى اتفاق نهائي مع النادي الإنجليزي كما بدأ بمتابعة الحساب الرسمي للنادي على أنستجرام وكذلك زوجته وكان الزوجان يقضيان شهر العسل في سيشيل ومن المتوقع الآن الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأسبوع المقبل أكد مدرب نادي ريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان أن النجم الويزي جاريث بيل باقم في الفريق ولا يغادر هذا الصيف التأكيد يضع حدا للشائعات التي تناولت رحيل الجناح الويزي عن ريال مدريد زيدان شدد على أن بيل لا يمس وأن مكانه محجوز في صفوف الريال خلال الموسم المقبل وكانت وسائل علام رددت أن جاريث بيل يرغب بالعودة لفريمير ليج واللعب لمنشستر يونايتد غير أن زيدان بدد كل هذه الأخبار أجبر أكبر حريق غابات حالي في الولايات المتحدة أكثر من 1500 شخص على ترك منازلهم جنوب ولاية يوتا بينما تحاول فرق الإطفاء السيطرة على الحريق الذي امتد على مساحة 115 كم مربعا وحذر المسؤولون أن رياحا محتملة الهبوب قد تؤدي إلى توصيع نطاق الحريق وانتشار النيران واجهت مؤخرا ولايات كاليفورنيا وأريزونا ونيو ميكسيكو حراء غابات مشابهة في خبرنا الأخير قدمت حديقة حيوانات في إيطاليا مثلجات للحيوانات التخفيف عنها في ظل ازدياد درجات الحرارة المستمرة منذ نحو أسبوع تقول لإدارة الحديقة أن الحيوانات المستورة من المناطق الاستوائية لم تتأثر بدرجات الحرارة وقبل ختام النشر ومشاهدين هذا التذكير بما جاء فيها من غنوين القوات العراقية تسيطر على مزيد من الأراضي في الموصل وتعلن قريبا جدا ستحرر المدينة بالكامل معركة الحسن في الرقة تقترب والتحالف الدولي يؤكد تحرير المدينة من داعش أصبح مسألة وقت وهجوم إلكتروني كاسح يثير الرعب حول العالم وشركات عالمية في أوروبا وأمريكا المستهدف الأول بهذا إذا مشاهدين نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع أعود وألتقيكم مشاهدين كرام بعد أقل من نصف ساعة في مجزد الأنباء كونوا معنا موسيقى موسيقى موسيقى